السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم وأهله سهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك بعد 4 أو 5 سنين من استخدامي لنظام لينوكس بشكل أساسي ويومي أخيرا إيجا الوقت اللي يجرب في توزيع أوبن سوزا توزيع أوبن سوزا صار لها مدة طويلة موجودة بعالم اللينوكس 15 سنة أو أكتر يعني ما لها توزيع شديدة وهي توزيعة مستقلة ما لها مبنية على أي توزيع تانية سواء ديبيان أو أرش بفيديو اليوم رح نشوف عملية التنصيب اللي هي مختلفة عن اللي شفناها بفيديوهات تانية ولكنها بغاية البساطة ما فيها أي تعقيدات في نقطة وحدة بعملية التنصيب ما عجبتني رح نحكي عنها وقت اللي منوصل لها كمان رح نشوف من الموقع أنه أنا في عندي نوعين من توزيعات أوبن سوزا فأنا ممكن أني أختار توزيعة تكون رولينج ريليز أو اللي هي الإصدار الدوري اللي بتتحدث بشكل دائم أو اللي هي الإصدار الثابت من التوزيعة خلينا أول شي نشوف أنه بالموقع مثل ما كنت عمالي أقول بالموقع أنا في عندي ممكن أني أختار نسخة الديسكتوب أو أختار نسخة السيرفر فنحنا بفيديو اليوم رح نروح مع الديسكتوب وهون مثل ما قلت أنه أنا في عندي إصدارين في عندي التمبل ويد اللي هي الإصدار الدوري الرولينج ريليز اللي أنا بنزلها مرة ومثلها مثل أرش ما بيعود في داعي أني كل ما ينزل إصدار جديد روح ونزله لا بتتحدث بشكل دائم أو الإصدار الثابت اللي هو الليب اللي ما بتصدر بشكل دائم هاي بتكون مفيدة للناس اللي بدها نسخة أو بدها نظام ثابت مستقر وما بيتغير وبتشتغل عليه لمدة سنة سنتين ثلاثة بدون ما تعمل له أي أبديت مع عدد تحتيسات الأمان أما أنا بالنسبة إلي ولأغلب المستخدمين أنا بنصح هلأ هذا الموضوع راجع إليك أنت بدك نسخة يكون فيها كل البرامج الجديدة أول ما تنزل تكون موجودة عندك بس ممكن أنه تعاني من بعد مشاكل الاستقرار ولا لا ولا بدك نسخة مستقرة أنا بالنسبة إلي شخصياً ومع أني بيستخدم أرش من مدة طويلة بس ما عانيت من أي مشاكل بالاستقرار ما بقول أنه والنظام كامل مية بالمية الكمال لله عز وجل بس يعني من تجربة الشخصية ما عانيت أي مشكلة من أني استخدم رولينغ ريليس ديسترو طيب هلأ أنا بجي لهون وبروح للدوملود طبعا بالدوملود هاي نقطة اللي ممكن اللي الواحد ما تعجبوا أنه أنا في عندي أكتر من خيار ممكن الواحد يضيع منها بس هلأ الأفضل أنه ننزل الأفلايم إيميج كمان هلأ إذا هاي ما بتعطيني إمكانية أني جرب النظام من الفلاشي إذا بدي جرب النظام قبل ما اعتمد أني نزله لأ فبروح لللايف إيميج وبنزل النسخة اللي بتناسبني أنا اليوم أو صار لي أسبوع تقريباً عمالي استخدم التوزيعة فأنا نزلت نسخة الأفلايم لأنه نسخة الأفلايم هي رح تعطيني خيار أني اختار بيئة سطح المكتب اللي أنا بدي إياها أو إذا ما بدي بيئة سطح مكتب بالمرة فممكن أني روح مع توزيعة مينيمال وحط عليها ويندو مانجر أنا بالنسبة إلي اللي عملته أني نزلت نسخة الأفلايم وعليها بنيت بيئة سطح المكتب كي دي إي بلازما بالنسبة لعملية التنصيب فهي بسيطة للغاية يعني أنا بالبداية كل اللي علي إني أعمله أني خلي البرنامج برنامج التنصيب يتعرف على الشبكة اللي عندي يتعرف على إعدادات الشبكة بعدين بيختار مثل ما شفنا اللغة اللي بدي إياها بيختار لغة الكيبورد بعدين بيروح في عندي نقطة كتير حلوة هون أنه بيختار المستودعات اللي بدي إياها بيختار مستودعات أونلاين لحتى ينزل كامل البرامج بآخر إصداراتها وليس الإصدارات اللي موجودة على ملف الآيزو أو بعد ما حطوا على الفلاشة لأنه هاي ما بتكون آخر إصدار طبعاً بيعتمد على إيمتا أنا نزلت ملف الآيزو بس وقت اللي بنزل ملف الآيزو رح يعطيني خيار أنه دائماً بيعمل كسنابشوت كصورة عن النسخة اللي عمالهم يبنوها المطورين فبيكون عماله دائماً في عندي نسخ جديدة بس أنا إذا فعالت خيار أنه يجب ليها أونلاين فرح يعطيني فرح يحدث البرامج هو عماله ينزلها كمان هلا هون كمان نشوف أنه مثل ما قلت أنه أنا بيعطيني عدة خيارات لإني أختار الواجهة الرسومية اللي بدي إياها مثل ما حكيت أنا رحت مع واجهة KDE بعدين بيعطيني لمحة عن البارتشنينج عن البارتشنز اللي رح يعملها بشكل افتراضي أوبن سوزا ما بتستخدم نظام الملفات الاي اكس تي فور وإنما بتستخدم البارتر اف اس ومع البارتر اف اس بيعمل لي بارتشنز اللي هي سب بارتشنز اسمها فبنشوف أنه رح يعمل لي شيء للهوم شيء للفار شيء لل رح يعمل لي كمان للسنابشات اللي هي النسخة الاحتياطية أو الباك اوب بالنسبة لاختيار المنطقة الزمنية كمان بغاية البساطة حتى في عندي خيارات متقدمة ما فتنا فيها بعدين بيشي عندي لاني اعمل اسم المستخدم وحط الباسورد هون النقطة الوحيدة اللي حكيت عنها اللي ما عجبتني بالانستولر انه حاطت خيار التسجيل الدخول التلقائي مفعل بشكل اوتوماتيكي فانا بفضل انه هذا الخيار ما يكون مفعل وانا اذا بدي اعمل تسجيل دخول اوتوماتيكي بضغط على على الخيار على المربع وبفعله وبعدين بيعطيني ساماري بالاعدادات او الشغلات اللي رح يعملها هو عماله ينزل البرنامج وهيك بشوف يعني انه بيعطي مثلا بالبوتينج شو هو البوتلودر شو هو السوفتوير شو هي الواجهة الرسومية اللي رح ينزلها شو عدادات السيكيوريتي ومن هالامور وهيك بتبلش عملية التنزيل مثل العادة عملية التنزيل بتاخد بين العشرة للخمسة عشر دقيقة وبعد ما تخلص عملية التنزيل مباشرة بيعطيني عداد تنازلي ليعمل اعادة التشغيل او انا بضغط على اعادة التشغيل هلا متل ما حكيت انا صلي تقريبا اسبوع عمالي استخدم التوزيع انا ما رح اقعد اعمل لك مراجعة وقال لك شو هي البرامج اللي نازل عليها شو هي واجهة كي دي اي بلاسما لا رح احكي عن الشغلات اللي عجبتني والشغلات اللي ما عجبتني طبعا الشيء المميز باوبن سوزا هو الباكيج مانجر والباكيج مانجر كونترول سنتر اللي اسمه ياست اللي صراحة انا من اكتر من سنة او سنتين ما حسيت باني عمالي استخدم الواجهة الرسومية قد ما استخدمتها مع اوبن سوزا يعني خلال اسبوب الكامل الترمينال فتحتها مرتين او ثلاثة مع اني انا واحد الناس اللي فضل اني اعمل كل شي ضمن الترمينال بس مع الياست صراحة اه بيغناني بنسبة تسعين بالمية عن استخدام الترمينال بنشوف مثلا انه انا وقتل بفتح الياست السوفتوير اه وقتل بفتح السوفتوير مانجمنت بالياست انه ممكن اني نزل حدد كل البرامج اللي بدي نزلها مجرد اني اعمل له سيرش بروح بحط سيرش بحدد البرنامج بحط سيرش بدور على برنامج تاني وبحدده بحدد كل البرامج اللي بدي اياها وبعدين بنزلها دفعة واحدة مثلا اذا بدي اغير من واجهة رسومية لواجهة رسومية تانية في عندي شي اسمه الباترنز اللي انا بروح للباترنز بحدد مثلا بدي نزل الجنوم او بدي نزل الكيدي اي بلازما او بدي احزف الكيدي اي بلازما ونزل اي انكم لنقول مثلا الاكس اف سي اي فانا بس بحدد على هذا الخيار وهو رح يسحب لي كل الباكيجز المطلوبة ويحزف اللي ما عاد بدي اياها وينزل لي اياها بدفعة واحدة فانا بشوف انه هيك مع خطوة واحدة يعني بس انا بحدد البرامج بدي اياها وبنزلها مباشرة فانا بس بقول له اكسبت بيعطيني الخيار انه بعملي ريفيو عن كل شي رح ينزله وبينزل لي اياها فصراحة يعني ما احتجت للتيرمينال لحتى نسل البرامج اللي انا باستخدمها بشكل يومي كمان من ضمن الياس كونترول سنتر في عندي ممكن اني اعمل تحكم كامل واعدل اي اعدادات ممكن انه تخطر بالي مثلا البوتلودر اللي هو بشكل افتراضي يبيجي لقرب فين يغير الوقت اللي بدي اياه انه تطلع رسائة شاشة البوتلودر لاختار النظام اللي بدي اياه ممكن اني يغير الوقت كله من الواجهة الرسومية ما في داعي اني روح لأي تيرمينال او برنامج تعديل نصوص لحتى اعملها بشكل مانول بعمله كله من الواجهة الرسومية كمان هاي بالنسبة للبوتلودر غير البوتلودر كمان اذا في عندي نظام تاني فيني اعطي خيار انه يدور لي على الانظمة التانية من الكنترول سنتر ممكن اني اعمل بارتيشنز اذا بدي اذا انا طبعا ما رح نعملها على الهارد اللي نازل عليه النظام رح نعملها بالنسبة للهاردات التانية او فلاشات التانية محطوطة من كمان من الكنترول سنتر اتما قلت انه فيني شوف شو هي حتى ضمن هاد البارتيشنر رح يورجيني شو هي السب بارتيشنز اللي عملها عندي كلها ضمن مخطط تشارت مرتب وبشكل انيق كتير وصراحة اول مرة بشوفه من بين كل التوزيعات اللي انا استخدمتها فهذا اول واحد بنال اعجابي بشكل كبير من الامور التانية كمان ممكن اني كمان اذا طلب عندي مشكلة بالمنطقة الزمنية او بالساعة من الكنترول سنتر رح ممكن اني عدل ممكن اني عدل ساعة وضبطها اعمل مزامنة مع الانترنت او مع الهاردوير من الكنترول سنتر اذا في عندي جهاز ناز موصول بالبيت الناس اللي هو النيتورك اتاتشت ستوريش وبدي انا اوصل جهازي لهذا الجهاز ممكن اني اعمله او اذا كنت حابب اني اعمل جهازي انا في عندي مساحة كبيرة كتير ومخزن كل افلامي والموسيقى والمسلسلات مخزنها ممكن اني اعمل كجهاز ناز وخلي الاجهزة التانية بالبيت توصل لهذا الجهاز مباشرة كمان من الكنترول سنتر في عندي الفايروول الجدار الناري بعمله اعداد مباشرة من الكنترول سنتر ما في داعي اني روح نزل برنامج مستقل فايروول مستقل واعمله اعدادات من الترمينال كله بعمله عن طريق الكنترول سنتر من الكنترول سنتر ممكن اني ساوي الباك اوب او النسخة الاحتياطية وهذا الشي اللي بيميز البتر اف اس انه العملية انشاء النسخة الاحتياطية ما بتاخد وقت ابدا انا هلا هون ما عملتها بالفيديو بالفيديو ما سجلت النسخة الاحتياطية بس هو بيعمل نسخة احتياطية بشكل اوتوماتيكي متل ما اللي شايف انه في عندي كل النسخ اللي عملها وفي عندي خيار اني اعمل نسخة احتياطية جديدة باك اوب جديد بعطيه وصف بعطيه عدة بيانات وهو بيعمل ليها بشكل مباشر كمان من الياست كنترول سنتر اذا بدي اختار برنامج مستقل بدي البرنامج ببرنامج تاني فهذا الشي كله ممكن اني اعمله من الالترنتبس مثلا اذا شاشة تسجيل الدخول ما عجبتني وانا منزل واحدة تانية فمباشرة من الكنترول سنتر ابدلها من الموجودة او المستخدم حاليا لوحدة تانية فهيكي بشوف يعني صراحة انه الاهم واقوى ميزة بالاوبن سوزة هي الياست كنترول سنتر بيعطيك تحكم كامل بالجهاز بدون ما تكون مضطر انك تستخدم التيرمينال او اي برنامج تعديل نصوص بتعملها بشكل يدوي كله بتعمله عن طريق الكنترول سنتر كمان الشغل التاني اللي عجبتني جدا مع الياست او مع الزيبر اللي هو الباكيج مانجر اللي بتستخدمه الاوبن سوزة هو انه انا في عندي مثل الارتش في عندي مستودعات الخاصة بالمستخدمين او الكوميونيتي اللي هي الايو ار هون بالاوبن سوزة في عندي كمان مستودعات كوميونيتي اللي هي الطرف الثالث انا واحد من الناس اللي الموسيقى بسمعها حصريا عن طريق السبوتيفاي طيب بالنسبة لأوبن سوزة انا ما في عندي باكيج خاصة بالأوب بالسبوتيفاي بس بكل بساطة كل اللي عملته اني رحت للكوميوريشن انا وضمن السوفتوير مانجمنت رحت للكوميوريشن رحت للريباستوريز ضفت ريباستوري الكوميونيتي اللي هو الباك مان تحديدا بس نختلف عن الباك مان اللي موجود لان فيها سي كي وليس باك مان مثل اللي باك مان وهو مثل ما قلت انه هار عبارة عن ريباو وليس الباكيج مانجر رحت ضفت الريبا اعملت ريفريش دورت على سبوتيفاي ما لاقى سبوتيفاي بحد ذاته وانما لاقى برنامج اللي هو بيحول لي نسخة الار بي ام او نسخة اللي سناميوريشن اللي بيستخدمها اللي بتستخدمها وبونتو بيحول لي اياها لنسخة ار بي ام وبينزل لي اياها على الجهاز هاي واحدة من الخطوات اللي استخدمت معها التيرمينال انه بعد ما نزلت السبوتيفاي ايزي ار بي ام فتحت التيرمينال وبس كتبت سبوتيفاي ايزي ار بي ام ونزل لي البرنامج بشكل بشكل بغاية البساطة يعني صراحة حتى اسهل من تنزيله على الارتش او على على ابونتو فيعني اذا انت برنامج في عندك برنامج ماله موجود فبمجرد ضحس بسيط على القوية رح تلاقي انه ممكن تلاقي بديل له او طريقة لتحويله لار بي ام وينزل انا بالاسبوع اللي صلي عملية استخدامي النظام السبوتيفاي هو الوحيد اللي اضطريت اني اعمله بهاي الطريقة بس اكيد مع الاستخدام المستمر للنظام رح لاقي كتير برامج تانية تستخدم نفس الطريقة ونفس النقطة اللي كانت مع كروت شاشة انفيديا فكمان انا رحت لالسوفتوير مانيجمنت رحت للكوفيوريشن رحت لالاضافة ريبو جديد من الكوميونيتي كان في عندي ريبو مستقل بذاته اسمه انفيديا من الانفيديا بعد ما ضفت الريبو رحت لالسيرج دورت على انفيديا لقالي اياها نزلي كل البرامج اللي بدأها كل الديبندنسيز لانفيديا بتطلبها وعملت نزلت الانفيديا بعد اعادة التشغيل اطلب مني بس اني اعمل خطوة واحدة بالترمينال لانه لسبب ما مثل ما قلت انه انا صلي بس اسبوعا ما لايستخدمها فممكن اني اذا لسه تعمقت اكتر لايحل هاي المشكلة بس الكنترول سنتر الخاص بانفيديا ما اشتغل فاضطريت لحتى اني استخدم كرت شاشة انفيديا هاد الكلام على اللابتوب بالنسبة للديسك توب ما في ايا مشاكل انا ما جربتها على الكمبيوتر المكتبي اللي عندي لانه في عليه كرت شاشة اي ام دي بس على اللابتوب وهي المشكلة موجودة بكل التوزيعات مالها محصورة بأوبن سوزر انه انه انت بالنسبة لللابتوب وخاصة مع انفيديا يعني دائما بدك تعمل محاولات كثيرة لحتى يشتغل كرت الشاشة مهم انه انا من كرت من التيرمينال بس حطيت تعليمة واحدة واللي هي موجودة بالويكي ومباشرة بعد اعادة التشغيل كان عماله يستخدم انفيديا بدل بدل الانتل هلا في شغلة اللي ما عجبتني او اللي من شعنها رحقول انه اوبن سوزر هي غير مناسبة لواحد مبتدئ ولسه بادي مشواره بعالم لينوكس انه التوزيع مثلا المشكلة اللي واجهتني الي شخصيا انه انا بعد ما نزلت النظام جيت بدي نزل برنامج لتسجيل الشاشة انا ما بستخدم الاو بي اس لانه صراحة يعني لعمل اعمل بس مباشر ولا اي شي تاني انا بستخدم السيمبل سكرين ريكوردر يعني بالنسبة بس لتسجيل الشاشة بيفي بالغرض المهم الفكرة انه فتحت البرنامج جيت لحتى اختار النوع الفيديو اللي بدي سجله اما كثيرا كان ام كي في او ام بي فور المهم بقس اللي اخدته فقال لي انه ما في عندي كوديك نازلة وقعدت دورت كتير 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 لحتى لقيت ان الكوديك اللي لازمتني اللي هي ال H 264 طبعا هاي لازم تكون اساسية يعني لازم تكون نازلة بشكل مباشر مع الجهاز مع النظام فكمان اضطريت اني ضيف الريبو للطرف الثالث اللي هو مثل ما حكيت الباكمان من الباكمان رحت بعدين دورت اضطريت اني ارجع نزل ال F F M P E G اني نزل ال V L C اني نزل كل اللايبراري ووقت اللي كنت عمالي دور على الانترنت على حل هاي المشكلة يعني كل الحلول اللي لقيتها اغلبها عمالها تحكي عن انك تضيف ريبو الباكمان بس الحلول اللي لقيتها قديمة من سنتين او ثلاثة يعني اني ااخد بس التعليمه اللي حاطينها بالشرح وطبقها ما اشتغلت معي يعني اختت مني فترة يعني ما بقلة وهذا واحد انا من الناس اللي بستخدم لينوكس من فترة طويلة فمن شان هيك يعني بقول انه هاي التوزيعة مالها مناسبة لشخص لسه بادي مشواره بعالم لينوكس ولكن هل تصدح للاستخدام اليومي قطعا التوزيعة متى مفهمتها ومتى معرفت كيف تتعامل معها راح تلاقيها التوزيعة ممتازة جدا انا بقول لك اذا انت بصر لك شهرين او ثلاثة بس عمالك تستخدم لينوكس كنت عمالك تشتغل على اي توزيعة وحبيت انك تجرب فهي خيار انصح فيه بشدة وتصلح للاستخدام اليومي بس في لها خطوات لازم انك تتعلمها لحتى تفهم كيف بيشتغل هذا النظام اما هل هو نظام ممتاز توزيعة ممتازة جدا جدا انصح فيها كل الناس بنهاية الفيديو لا تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم اراءكم عن التوزيعة اذا جربتوها اراءكم عن الفيديو واذا بتنصحوني او اذا كنتوا حابين اني كمل باستخدام التوزيعة واعملها توزيعة الاساسية ولا لا بالنسبة لغير المشتركين بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا ضغط زر الاعجاب بلدئي فيكم بالفيديو الجاية وبامان الله اشتركوا في القناة